الناس يقول عن الدولة الإسلامية الموجودة الآن أنهم خوارج فهل هذا صحيح؟ لا شك يعني صفاتهم وأفعالهم هي أفعال الخوارج هذه الدولة اللي يقولها الداعشية نعم من يبقى أن يقالها إسلامية ويقال داعشية هذا الاسم المناسب لها دولة الإسلامية تذبح الناس بالسكاكين أو تذبح الناس بالسكاكين ويعني تفسد وتقتل يعني هذا ليس من الإسلام في شيء